مسار العلاقات السعودية التركية يتخذ منذ سنوات منحاً تصاعدياً وتقارباً في مواقف البلدين تجاه شتى القضايا الإقليمية والدولية رؤية الرياض وأنقرة تجاه ملفات عدة في ظل إقليم يمور بالاضطرابات خلال السنوات الأخيرة مثلت صمام أمان إلى حد كبير أمام انزلاق المنطقة بأسرها إلى حال أسوأ خاصة في ظل غياب بعض القوى العظمى أو تضاؤل دورها التحديات المفروضة على الحليفين السعودية وتركيا كبيرة وتتعظم يوماً بعد آخر خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب البلدان سعيا لتنسيق الجهود لدحر التطرف بطرق عدة إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي العام الماضي وانضمام تركيا إلى التحالف الدولي لمحاربة الداعش فضلاً عن انضمامها للتحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي شكلته السعودية أواخر العام 2015 وإلى جانب خطر الإرهاب الذي ضرب البلدين غير مرة يبرز خطر التمدد الإيراني والرغبة في زعزعة استقرار وأمن المنطقة والتدخل في شؤون دول الجوار الرؤيتان السعودية والتركية تتفقان في خطورة السلوك الإيراني وضرورة احتواء هذا التحدي معاً في الملف السوري يقف البلدان على موقف سياسي واحد بسعيهما للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تطوي صفحة المظالم الكبرى وعمليات القتل والقمع الرياض وأنقرات التفقان كذلك حيال تحديات أخرى مثل القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية والمتوقع أن تساهم زيارات كبار مسؤولي البلدين للعاصمتين في تعزيز التعاون وزيادة التنسيق من أجل مواجهة كل هذه التحديات بشاير لنديري العربية